نحو تتكلم على مجموعات النهاردة نحو تتكلم عن الرابعة الرابعة والأخيرة التامنا الرابعة دي فرنسا صح فرنسا دينمارك أستراليا تونس حلو المجموع دي أور حلو جدا نخلت على فرنسا أو تونس نبدأ بفرنسا يا رب نعود العادة دي وإحنا موجودين يا رب هنا صح يا رب نقص بس مصر إنها تخص نبدأ بفرنسا نبدأ بفرنسا فرنسا تشكيلة مرعبة دكة يعني التشكيلة القايمة كلها مرعبة يعني أي لعب هي لعب أساسي هو تمام حتى مع الغيبات حتى مع الغيبات أنت عندك نقوله كانت وبوكبا غيبين دي لهم ما بتقسم أي فرع انت عارف دول كمان تقسمها وكمان يعني متتكلم على دي 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 شون الناس اللي دول اللي أخذ بيهم 2018 صح يعني محور الأداء كان هما الاتنين دول بوكبا عمل بطولة عظيمة في 2018 يعني على كل المستويات صراحة في تغطية وفي الهجوم وكل حاجة بطولة اللي فاتت والماتش كانت طيبا محسوم يعني تمام فالمباراة كانت مملة جدا خلصة 0-0 أنا فاكر فرنسا والدارمارك أنا طبعا بالنسبة لي واحد من أهم اللاعبين اللي شوفتهم في حياتي هو إنجولو كانتي طبعا فأنا كررت فرصة بقنا في المدرجات أشوف كانتي بيعمل إيه في الملعب والله يا قاسر أنا ما فرّجت على ماتش أنا بقى ليه فيما عا كانتي كاميرا خاصة في كورنر كده وكانتي واقف في نص الملعب عشان ياخد الساكن بول وبتاع أنا ما عاني على كانت أنا ما عابش اللي بيحصل هنا إيه كانتك السكاوت اللي حتشتريتها دي نادي دعينك عليه هو بس ولاعب ماتش خرافي طحفة بالمناسبة كان من نقفزماتش في الماتش ده إيه اللاعب ده اللاعب الخار إيه اللي بيغطي كل الحدي نظرة تانية لك حتى ما حبك ليه وإنت شايفه بقى فيه لعيبة كده أنا فورسة بقى موجودة في الاستاذ عشو ده لأفرج على العظمة دي آه فنقوله كانتي عمل مباراة مشتبه لا 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 العيب العيب يعني فعلا هو رئة بتاعة المنتخب ورئة بتاعة شيلسي تخل بقى كان بيقول ما تستنوش إن الأهم العيب عندي يغيب عن تلتة متشاط الموسم متوقعنا نكسب بص قد ايه محمل الموضوع طبعا جران فوتر أكيد برضو يكفي إنه كانت ده يعني كانت ده كان المحور الأساسي لمعجزة ليستر سيتي يعني طبعا ما محرز وفردي طبعا بس كانت طبعا منظومة عظيمة دي طبعا يلا نبدأ بفرنسا نخش على فرنسا فرنسا كان منتخب طبعا كبير وعظيم وهو حامل اللقب والبطل يمكن التمانينات كان فيها سوق حظ إن كان بيوصلوا لتنين سيمي فاينل وما كانش يعني بيحققوا اللقب بغابوا تسعين واربعة و تسعين بعدين رجع أحلى رجوع وأفضل كامباك وهو الفوز ببطول الثمانية وتسعين الشاهد إنه دي شومب هو المدرب الوحيد اللي بيحمل اللقب كلاعب كريم وحمل اللقب كمدرب دي قايم أنا في حاجة في إحراسة المرمى كريم لازم نتكلم أنا داس بكلم على كلمنا لو أنت على أهمية طبعا كانتي وبوكبا وأهم اتنين عيبة موسرين بس لحاجة لعين مش عليها قوي غياب مينين حارس ميلا أنا شايف الخسارة الأكبر ده لو كان لعب كاس عالم أولا المستوى يلعب لأي حد من الثلاثة من الأربعة ناس وفعلا الناس كلها وكانت بتمني النفس أنه يلعب يعني التألق مع ميلا ده وكلين شيتس العظيمة العمالة لحد النهاردة كريم ومساهم في نتائج كثيرة جدا على الأقل يتحط حتى لو هو لوريس حافظ مكانه الأسباب لها علاقة بالخبرات طبعا عارف أنه في جون تقيل بالزبط موجود معاك فمينين طبعا بعتقد أنه خسارة لمنتخب فرنسا يعني مع كانتي وبوكبا لوريس وستيف مندادا وألفونسو أريولا طبعا دول حراس عملا أن التراتة جامدين أوش آه ولوريس كمان يعني خلاص أخذ من ديشامب حتة أنه انتقائد فديم يعني ما فيش يعني المورال أو النفسية في اللعبة يعني أعتقد مزبوطة طيب نخش على الدفاع نخش على الدفاع قص الأسماء يا نهار بافار طبعا كوندي النهاردة جاي بقى خلاص جاي أنا لعيب برشلونا أنا مش كوندي بتاع سيفيا يعني آآ أوباميكانو فران فران طبعا متاخد يعني متاخد هو نصيب بقى خيرحة ولا لأ إلا أن يظهر العكس يعني آآ وكوناتي ولوكاس هرناندس طبعا ده ما تعديش ما تعديش سليبة ما قدرش عديد ده تكلمت عليه ساعة ده سليبة ده أعتقد دي بطولتو يا كريم آآ أعتقد دي بطولتو لا لا أقول اسمها كلها هسألك بقى تشوف آآ لوكاس هرناندس طبعا نازل نقول اسمه بكده يعني أقول اسمه واضح لجماهيرك يا كريم آآ عشان ده أحد أبطال آآ أحد أبطال 2018 طبعا تيه هرناندس طبعا باعتبر هو آآ واحد من أحسن بكاتليفت في العالم إلا أن يكون الأفضل يعني طبعا وكيمبينبي باريسان جرمان طبعا طبعا الصلابة هو بيلعب ثلاثة بيلعب ثلاث مدفعين يلا خط الوسط خط الوسط بقى عندنا أسامي آآ فرتون وعندنا بص يوسف الناس كلها بتتكلم أنه آآ واحنا منول أسامي يعني هقول لهم وإحنا ماشيين أنه في الأغلب منظومة ريال يا كريم هي اللي ممكن تقود طبعا هي فيها مغامرة ومنظومة شابة هي كما بينجا ومعها أو معات شاوميني شاوميني طبعا ممتاز في أنه يقدر يوصلك عنده حتة بوكبل هو يقدر عنده الاستخلاص كويس للكورة ويقدر يوصلك للكورة لكن الناس كلها بتتكلم أنه لا ممكن يبقى يوسف أفانا هو اللي بيلعب أو يفضله ديشون ربيو طبعا يعني متمرس لكن على ذكر ربيو متألت جدا مع اليو في السنة هو لعب كويس جدا وهو اللي أدخل نفسه في دايرة بعدته شوية عن التركيز بتاعتها روح يونايتد قبل ما يقفل أو لا لكنه لعب كويس جدا طبعا مش مش توب كلاس لكن لعب مهم تشاوميني طبعا وجندوزي جندوزي هيبقى مهم لو انت في داستين عشتها من التغيير عايز لعيب ينزل يجري طبعا جندوزي مكان شيء ما موجود لو كان فيه بوكبا وكانتي لا يمكن لا يمكن طبعا بس برضه بوسط ملعب حلو تعامبك بوكبا وكانتي رغم غيابه تشاوميني وكما فينجا دي برضه عرف انت ممكن نادي يفيد منتخد تحسب الانشلوتي طبعا انه لما دول بقوزت الملعب الجديد قالوا بياخد القيادة بيلعبه جنب كروس او بيلعبه مطشاط جنب مودريت شوما اللي اتنين ما تكون اساسي في ريال مدريد بتلعب المطشاط دي على المستوى دي يا كريم لا انا كادي شوما بقدر اقول ده يقدر يقود عندي بطولة بحجم كاس العالم نخش بقى على الهجوم طبعا اهم نكسب طبعا 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 عودت كريم بنزيمة بعد خمس سنين ونص ابتعاد عن كاس العالمة كريم احسن لها في العالم بيقود منتخب بلاده من تاني بنزيمة انا بعتقد هو الرجل الرئيسي في كاس العالم او الرجل الرئيسي لفرنسا اعتماد او النجم يعني انا منقول لك احنا بنعدي المنتخلات كلها ان شاء الله هقول للناس الناس المفروض تتوقعوا انه هون جمل فرقة جمل فرقة بنسبالي بنزيمة ومباب مجغول طبعا بمشاكله الداخلية اللي بيخلقها لنفسه رغم امكانياته القوية لكن القائد الحقيقي في المكتب او سوري في الملعب او اللعيب اللي هتتمركز عليه القيادة وان هو يبقى نجم الفريق بعتقد ان هو بنزيمة صاحب البالوندور جيرو طبعا مديل جيد جيد لحد النهاردة هو اللي بيبقي زميلا لحد النهاردة في السن ده ولحد اللوقتي ولحد اللوقتي اجواله حلوة جدا يعني هو متخصص جوال حلو انا مجيبش جوال عادي انت عارف من صامت إبراهاموفيتش كأنها جاءت اعرف انت كان يقولك ايه ربا ضلت النفاء كأنها جاءت عشان ييجي لعيب بيلعب في نفس المركز فينا دي جيرو وبيجيب اجوان زيه نفس اجوانه بيجيب اجوان خطيرة دي اكروباتية كومن طبعا ورقة مهمة جدا دمبلي وجريزمن ومبابي وينكونكو انا من كم يوم كنت بول قايمة فرنسا قلت يا جماعة الراجل ده سنتين ثلاثة وهيتحط بين في شورتليست في أفضل ثلاث لعيبة في العالم لابد بالكتير يعني سنتين ثلاثة وانه يروح نادي أكبر بس لازم نفس يروح لعيب مدريد قوي ما يدبش عليك هو كنوراي من شيلس ما عرفش او عمل ميديكال فيتشيلسي عمل كشف طبي على تمهيد يعني انه هم يتعرضوا معافل في الصيف بس طبعا مين عارف ممكن ممكن ريال مدريد يحول اللعيب هاي يعني ريال مدريد يعاكس بس ايه لعيب ممكن يغير الوجه على طول نفس نفس ده قيمة فرنسا ده قيمة فرنسا بص بقى كريم طبعا احنا النهاردة مش معنا البورد هنقول للناس حاجة سريعة طبعا مشاركة 16 مرة فريق يعني كبير وعظيم ودائما موجود دي شامب طبعا زي ما قلنا حققها كلاعب وكان احد رجال 98 مع زيني دين زيدان وابرز النجوم طبعا المنديال او الناس يعني بلاير تووتش او العيب اللي انتو تتفرجوا انه حتقلقوا امبنزيما ومبابي لما لعب فيه لو نهينا ب اخر تشكيلة مثلا لعبها ب لعبها دي شامب في اخر مباراة اللي هي الفوز على كرواتي 4-2 في النهاية والتتويج بقى 2018 المرة التانية هتلاقي انه كان بلعب 4-3-3 أو 3-4 او 4-3-2-1 كان بافار نحيط اليمين لوكاس هرناندز نحيط الشمال وفاران فاران في النص جنبه تقريبا امتيتي تقريبا امتيتي بالزبط واسط الملعب كان كانتي وكانتي وبوكبا وكان معاهم متودي وقدام جريزمان ومبابي وجيرو الكلام كله اللي داير فيه اوساط الصحافة الفرنسية انه ممكن تتحول في 2022 يا كريم لتلاتة اربعة اثلاتة هو في بعض المبادل لعب ثلاثة بالزبط اعتمادا على ذلك ويبقى السلاسي بنزيمة قدام سنبدأ بحرس المارمو لو انه مثلا لوريس في حرس المارمو دفاع يبقى مين الثلاثة ما هو على حسب بانه هلعب التالت ده هيكون فول باك ولا هيكون لا لا التالتة سنتر باك اه يعني ثلاثة سنتر باك اه يعني ممكن يبقى حد مسلا ممكن يلعب مسلا بحط مسلا عندي فران لو جاهز مسلا احط مسلا لو صليبة ويبقى الثالث الثالث ممكن يبقى حد من الدفاع مثلا ألعب بلوكاس هرناندز كفول باك ماشي او ثلاثة عاديين سنتر باك عشان انت بتقوله داود بقى انا شايف انه الافضل يبقى على الشمال في التالتة اللي غرى لوكاس هرناندز او كوندي على اليمين عشان اصلا كوندي بيعرف لعبها 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 لعب باك ولعب باك ولعب باك ولوكاس هرناندز بيلعب ليفت باك برضو ويبقى في النص في رأي يعني لو فران مش جايز يبقى أبمي ميكانه يعني عنده عنده الخيارات ده كريم عنده رفاهية انه يختار بين بتوى انتش نصليه متقلق جدا بس يمكن وميكانه برضو متقلق مع بايرن بالزبط فهي هتبقى الخيارات دي استنادا برضو هم يعني رجعوا الناس محللين لقسة 3-4-3 على اللي انت كنت بتقوله على انه هو لعب بها في تصفيات طيب تعال نكمل التشكيل مين على اليمين نجيب لك القائمة هتقولك القائمة تاني يا جماعة وستن مالعب لكي نفكر مع بعض نهالا بينا مين يبقى يلعب على اليمين مثلا على اليمين ممكن نحط اه على اليمين ممكن نحط اه لو حالي وعب الثلاثة ثلاثة سنتر باكس خلاص يبقى يحط الفول باكس الاثنين طايرين ماشي حيبقى باكس ناحية اليمين وناحية الشمال ماعتقدش فيه في خلاف على فيو هرناندز افضل باكليفت في العالم حاليا وسط الملعب هيكون الاختيار منحصر بين الثلاثة يوسف فوفانا طبعا وشاوميني وكامافينج حد من الثلاثة يبقى والثلاثة اللي قلنا عليه طبعا ناحية اليمين ممكن يبقى جريزمن اعتقد اعتقد ان ديشومب ممكن يخلي ديمبالي هو الاساسي نظرا لفارق التقلق والمتشار جريزمن ديمبالي فاي السنة فاي حتى ديمبالي مبابي بنزيمة ويبقى عنده ورقة جريزمن انه انكونكو ما يبقى اشيء اساسي لا مش في وجود بنزيمة مفيش سترايكر هيلعب مع ترامي طبعا لجيرو انكونكو في وجود بنزيمة لا يمكن يا كريم ام مش مكلم على مكان بنزيمة اوسعاد انكونكو بيلعب كجناح او حتى رقم عشر او مهاجم تاني ديميزيت انكونكو وهم ما تقدرش برضو تصنافه انو تسعة صليح فيقدر يعني ممكن يلعب تحته ممكن يغير قط لكن دي فاعتقادي 3-4 تقلاتها لقرب انو فرنسا تلعب بها اعتقد انو ربيو ممكن يبقى واحد من اثنين عشان هو جريزما بيحب ربيو بيحب يعتمد عربيو فاتصور بيحب يلعب ربيو ممكن جدا بس هو انت بحتاج لو هتلعب باتنين يا كريم انت عايز كوالتي علي اوي تعوض به منظومة 2018 ربيو مجهود وبيعمل ارتداد وبيطلع لقم وكل الكلام ده لكن يعني هتبقى منحصرة اعتقد بين الثلاثة اللي هم فوفانة ونشوف في فرنس طيب خلص